سنوات تمر واحدة تلو الأخرى ولا تزال الموصل بعيدة عن الاستثمار رجال أعمال يراقبون عن بعد ورأس المال يخشى أن يدخل المدينة وأسباب عديدة كانت وراء هذا الحرمان وتغيير واقع الحال يكشفها لنا مختصون فرأس المال هو جبان ويبحث دائما عن الأمان وتتمثل هذه التحديات الكبيرة أيضا والخطيرة بوجود الإرهاب لا يزال الإرهاب موجود في بعض الأماكن فضلا عن عمليات الابتزاز المغطاة بطابع رسمي أو طابع غير رسمي دون مطار أو مستشفيات أو أي مشاريع عملاقة مدينة خاوية جعلتها كذلك بيروقراطية التعامل مع المستثمرين التي كانت قاسية أما الفساد ونفوذ السلاح والمكاتب الاقتصادية التابعة للأحزاب كانت كفيلة بالقضاء على آمال الاستثمار بحسب ما يقوله أصحاب الشركات الاستثمار في الموصل يعني يعني من صعوبات كثيرة بعض منها بيروقراطية العمل داخل دوائر الدولة بعض المشاريع تأخذ يعني إلى حد سنتين وممكن أو ثلاث سنين حتى تستحصل لجازة والمحاصصة الموجودة والجهات المسلحة التي تعمل والمكاتب الاقتصادية تنافست العديد من الشركات العالمية بعد تحرير المدينة من أجل بناء المستشفيات واستثمار المطار وبناء المجمعات السكنية والتجارية لكن أحلام هذه الشركات قد تبددت بعد استدامها بواقع تعيس وضيعت الحكومة المركزية على الموصل آمالا كبيرة قد أصبحت في مهب الريح وذلك بعد عجزها عن توفير ما يحتاجه المستثمرون ليكون لهم موطئ قدم في ثاني كبريات مدن العراق أن هذا المكان لحد هذه اللحظة غير مهيئ بشكل كامل للفرص الكبيرة ربما نشاهد الآن فرص صغيرة فرص متوسطة تظهر على مستوى الاستثمار لكن المجمعات السكنية القطارات الطرق الحولية ربما العمارات المرتفعة المطار وهذه الاستثمارات الكبيرة ونزول الشركات الضخمة على مستوى محافظة وغير موجودة وبذلك تبقى المدينة تتعكز على ما يتوفر من مشاريع حكومية خجولة في وقت تحتاج فيه إلى مجارات الزمن بعد أن خرجت من حرب قاسية سلبتها كل بناها التحتية الفساد والمحاصصة والابتزاز كلها أسباب ضيعت فرص الاستثمار على هذه المدينة في وقت كانت الموصل بأمس الحاجة إلى هذه الفرص لتنهض من واقعها التعيس من ذات المدينة محمود الجماس قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر